ولمزيد من المتابعات حول آخر التطورات لعل هذا الحدث الذي نشير إليه هذه البرقية نتابعها مع ضيفنا من الخليل دكتور عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية بعد التحية دكتور عماد عبر شاشة الغد واستمعت مطالبة الإدارة الأمريكية واشنطن لتل بيب بزيادة المساعدات ولوحت بوقف الأسلحة وعطتهم مهلة لثلاثين يوما لمشاهدة هذه النتائج أين كانت الإدارة الأمريكية طيلت عام كامل من الحرب والإبادة في غزة هل الأمر مرتبط بالانتخابات وقرب الانتخابات تطرح الآن هدى إنسانية وليس وقفا لإطلاق النار تحياتي لك ولجميع المشاهدين والمتابعين نعم هي واضح وعندما تعطي مهلة ثلاثين يوم وأنت تدرك الحاجة الملحة لإدخال مساعدات فورية لغزة بشكل عام وشمال غزة على وجه الخصوص وأنت تدرك حجم التوحش والتغول الإسرائيلي في غطاء غزة أنت تعطي إسرائيل مهلة كافية لقتل أكثر وتحقيق خططها في قطاع غزة بشمالها الإدارة الأمريكية عندما تقول ثلاثين يوم هم يدركون تماماً أن الانتخابات الأمريكية بعد أقل من ثلاثة أسابيع بمعنى أدق إذا ذهبت هذه الإدارة فهي في حل من هذا الالتزام وإذا بقيت في الحكم فبعد ذلك لكل حادث حديث بهذا الموضوع بمعنى أدق هي توجه أكثر من رسالة بهذه البرقية هي تحاول من إسرائيل أن تخفف جزئياً من المأساة الإنسانية وهذا كان دأب الإدارة الأمريكية على مدار عام كامل أمريكا كانت معنية بإدخال المساعدات في نفس الوقت التي هي أمريكا تقف قلباً وقالباً استخباراتياً تكنولوجياً عسكرياً مع إسرائيل وتحقق لإسرائيل أهدافها بل وتتشارك مع إسرائيل في تحقيق الأهداف في المنطقة بتغيير الشرق الأوسط لذلك هذه البرقية نعم هي تحقق مصالح الإدارة الأمريكية الحالية توجه رسائل إيجابية لتيار مهم في الحزب الديمقراطي للناخبين في داخل أمريكا وكذلك للشعب الفلسطيني والشعوب العربية أنه لا زالت الإدارة الأمريكية معنية بمصطحة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات لكن مرة أخرى هذه ليست كافية الموقف الحقيقي المطلوب من دولة بحجم أمريكا هي وقف فوري لهذه الحرب وإدخال المساعدات بشكل حقيقي وإعادة الإعمار وليس مهلة طويلة المدى تستطيع إسرائيل أن تدمر وليس تحقق إنجازاتها وليس تهدى إنساني أمام ما يعتبر بأنها صح والضمير أليس كذلك؟ طبعا هي ليست صح والضمير يعني من المؤكد أنه ليست صح والضمير صح والضمير كان يجب أن تطالب قوريا وأنت دولة العظمى في العالم وتستطيع ذلك أن توقف هذه الحرب على الأقل تقدير توقف ما يجري من مجازر في الشمال وتهجير كامل وقتل لجماعي في الشمال تستطيع الآن أن توقف أما أن تعطي القاتل 30 يوم فهي فترة كافية ليس فقط لتدمير الشمال لتدمير غزة بالكامل نعم واليوم الثاني عشر على التوالي في المجزرة المتواصلة ومحاولة فصل الشمال فعليا عن مدينة غزة في ارتكاب المجازر التي لم تتوقف طيلت عام كامل والأسبوع الثاني الذي تدخل فيه هذه العملية في شمال القطاع كمتابع دكتور مع بعض هذه التصريحات والبرقية كيف تلحظ الاتجاهات الآن العملياتية على الأرض؟ هل يمكن الآن إنهاء هذه العملية أم أنها كما أشرت ضر في العيون لا أكثر؟ من الصعب جدا إيقاف أولا قبل الانتخابات الأمريكية نتنياهو الآن يسارع الزمان يسارع الوقت لفرض حقائق سواء كانت في غزة في شمالها في جنوب لبنان نلاحظ هذا الجنون هذا التسارع في القتل والتدمير قرى كاملة مدن كاملة في جنوب لبنان وكذلك في غزة على مدار عام كامل الآن نتنياهو يحاول أن يضع الإدارة الأمريكية الجديدة بعد ثلاثة أسابيع أمام أمر واقع يحاول أن يفرضوا الآن بالدبابات في القتل بالتدمير إذا كانت كاملة هارسة تتعامل مع هذا الواقع الجديد الذي فرضته إسرائيل في قطاع غزة وإذا كان ترام من الممكن أن يبارك له هذه الخطوات وبالتالي يعجل في ضم قطاع غزة له نتنياهو عمليا يحقق أهداف بعيدة المدى خطيرة جدا تتعلق بالبقاء فترة زمنية طويلة هو سيحددها لاحقا بحجة أنه لا زالت المقاوم موجودة بحجة أنه لا زال هناك خطر يهدد إسرائيل هذا المصطلح أولا لا يمكن تعريفه ثانيا لا يمكن السيطرة عليه بمعنى آخر إذا كانت عملية هناك أو إطلاق صاروخ بعد شهر سيقول نتنياهو لا زالت المقاوم موجودة وعلينا البقاء في غزة لتدمير بقايا المقاومة لو بقي فرد واحد من حماس تستطيع إسرائيل أن تتذرع بهذا الفرد وبالتالي هذه المصطلحات الفضفاضة الآن هي تعطي نتنياهو إذا بقي الوضع على ما هو عليه فلسطينيا وعربيا ودوليا ستعطيه السيطرة على قطاع غزة لأخوى الفترة زمنية وإذا قام بغير ذلك سيقوم بإعادة الانتشار في قطاع غزة وأنا أؤكد لك ليس في نية نتنياهو ولا حكومته الانسحاب الكامل من غزة هناك إعادة تموضوع إعادة الانتشار والسيطرة على غزة من أربع ديجات والقادة ومنهم وزير الجيش يو آف جلينت دكتور عماد ونحن نتابع ما نشير إلى هذا الخبر العاجل الجيش الإسرائيلي يأمر من خلال منشور على موقع سكان مبنى في الضحية الجنوبية لبيروت بإخلائه بشكل فوري على ما يبدو هناك استهداف سيأتي لهذا المبنى بعد توقف لعدة أيام كيف تقرأ هل هذا هو بداية الرد على صواريخ صفض وأيضا الرشقات الصاروخية وتصريحات وتهديدات الحزب من خلال نائب الأمين العام وغير من المسؤولين والفيديوهات التي تبعناها أولا يعني بعيدا عن الطلاق المسيارات والصواريخ من حزب الله باتجاه إسرائيل لم يتوقف الرد منذ تلك اللحظة لا قبلها ولا بعدها وبالتالي الرد الإسرائيلي متواصل القصف متواصل والعودة الآن لما يسمى سياسة الإغتيالات هي موجودة بمعنى آخر إسرائيل كلما حان لها تحقيق هدفها من قيادات حزب الله ستقتلوا بغض النظر حزب الله أقدم على العملية أو لم يقدم على العملية هناك خطة إسرائيلية تحاول أن تقتل تدمر أكبر عدد من حزب الله ولا سيما قيادات حزب الله تحاول مثل ما قال قلنت أن تحول حزب الله إلى حزب بدون رأس كما يتوقع هو لكن هم لا يدركون حزب الله هو عبارة عن عشرات آلاف المقاتلين وبالتالي أنت لا تستطيع باغتيال هنا أو اغتيال هناك أن تشتت هذا الحزب لا سيما من منطقة الجنوب وفي الشريحة المهمة من الشارع اللبناني هم شريحة الشيعة وبالتالي عمليا يعني نتنيا هو قلنت يدركون ذلك أنه هذه الاغتيالات ستزيد قوة الحزب وشراصة الحزب ولا نختلف بما أنه الحزب ليس حماس في غزة الحزب هو في دولة حدودها مفتوحة إيران ترمي بثقلها بشكل كامل يعتبر حزب الله عضويا غراع رسمي لإيران في المنطقة إيران لن تتخلى عنه بالعكس ستزيد من قوته لأن هذا استنزاف لإسرائيل لكي على الأقل تبقى بعيدة عن محاولات جر إلى إيران لهذه الحرب إذن عمليا هناك معطيات لصالح حزب الله في هذا الموضوع وستكون هناك حرب استنزاف طويلة إذا لم تقم إسرائيل بوضع حد لهذه الحرب هناك حرب طويلة ستكون خلال الأشهر القليل القادمة في هذا الاتجاه حرب طويلة وحرب موسعة رغم ضمنات واستمعنا إلى ضمنات أمريكية وأنت في بداية الحديث أن أمريكا التي تخدع الجميع كما الاحتلال لا يمكن أن تؤتمن خاصة في موضوع فلسطين وفي لبنان أمام نفوذ وشهية الاحتلال ونتنياهو في توسيع رقعة المواجهة وعلى الحلبة الدولية وتوجه إلى إيران طبعا أمريكا كم خدرتنا كفلسطينيين أن هناك بدن الإنسانية في شهر رمضان بعد ذلك في العيد الأضحى ثم عيد الفطر ثم عيد الأضحى ثم قالت وأرسلت لنا رسائل لن يكون هناك دخول لرفح ثم دخل ورفاح لن تكون هناك سيطرة على معبر رفح سيطرة على معبر رفح سيطرة على معبر رفح سيطرة على محور فريديل فيه لم نرى ردا أمريكيا حقيقيا صارما بهذا الموضوع وأنا أؤكد لك أن كل ما تقوم بإسرائيل هي عبارة عن تحركات بالتشاور والتشارك مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي ما تتحدث به أمريكا للإعلام هو غير ما يدور في الغرف المغلقة ما بين الجانبين الإسرائيلي والأمريكي في هذا الموضوع عندما تقوم إسرائيل باغتيال شخصية بحجم حسن نصر الله أو إسماعيل هنية هذا لا يمكن أن يكون دون التشارك استخباراتيا مع الولايات المتحدة الأمريكية وأخذ رأيها المسبق قبل ذلك لأن إسرائيل تدرك تماما تداعيات هذه الاغتيالات بهذه الأوزان على هذا الصعيد إذن عمليا أمريكا هي تعطي الضوء الأخضر نعم وكذلك تنسق مع إسرائيل وعندما ترسل الآن صواريخ المضادة هي عبارة عن جزء من المعركة الولايات المتحدة وعلينا أن لا ننكر ذلك إسرائيل هي رأس المصالح الأمريكية في المنطقة لا يمكن لأمريكا أن تتخلى عن إسرائيل بهذا الشكل مثلما قلنا عن حزب الله أنه هو رأس المصالح الإيرانية في المنطقة لذلك نحن نعم أمام حرب الإنابة حقيقية بين طرفين خصمين الآن موجودين في المنطقة هم إسرائيل وحزب الله وبالتالي لذلك قلت أن حرب استنزافة حقيقية شارسة ستكون أشرس من الحرب التي خضتها إسرائيل في الجنوب في قطاع غزة مرة أخرى هذه منطقة جغرافية أصعب أكبر مفتوحة أكثر لكن كما أشرت دكتور عماد إلى أنها حرب أشرس شكرا للمشاهدة